جانب المالي يمكن ما فيهوش مشكلة كبيرة زي التعليم العام من الحاجات النجحة جداً اللي هي المجمعات التكنولوجية ولسه كنا منشوف يعني في موضوع الجامعات بقى التكنولوجية ده استمرارية لتحسين وضع التعليم الفاني بحيث ان كان تجربة المجمعات التكنولوجية دي المجمعات دي في مرحلة الندارس بالاتفاق مع جهات أجنبية والشهادة اللي هياخدها دي شهادة من جهة أجنبية وجهة مصرية فيها تعليم مهارات بشكل جيد جداً هذه التجربة على مجموعة موماش كتير ولكن يعني هنا مفوض يتعمم ومش بس يتعمم المشكلة عندنا ان ده برضو بيخرج خارج من مدارس وممكن يتوقف التعليم الفاني عند هذه المرحلة ونظرة اللي قال التعليم الفاني في مجتمعنا مش واخد السمعة الجيدة اللي هي ان اللي فاشل في التعليم او اللي جاي الدرجات قليلة بلاش كلمة فاشل هو اللي بيلضحك بالتعليم الفاني فده وبيقف عند مرحلة دبلوم او حاجة متوسطة وخلاص فالناس مش بتقبل عليه رغم احتياج الدولة بشكل كبير جداً لي وسوق العمل للتعليم الفاني وكمان ده هيقلر الضغط على كمية الشهادات اللي بتعطى فيه الجامعات ودخول الجامعات اللي احنا مش محتاجينها انا بشوف ناس صيدلة وهمدسة وساعات والله يطبقوا وبيشتغلوا سوئين وبيشتغلوا نقاشين وبيشتغلوا حاجات زي كده لي؟ لان سوق العمل مش محتاج هذه الكمية من هذه الحاجات وبالتاني بيلجأوا الحاجات باتي اللي نقصده ان فيه حتياج شديد للتعليم الفاني لكن تدهوره في مرحلة سابقة زائد الجانب المعناوي والجانب اللي هو تحسين وضعه في المجتمع بلدكت مش بتنين كبار